في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس على صعيد المحلي تراجع الذهب بشدة مع تراجعه عالميا ليسجل عيار الذهب 18 حوالي 675 جنيه أما عيار الذهب 21 فسجل حوالي 787 جنيه وهو الأكثر مبيعا في حين سجل عيار الذهب 24 حوالي 900 جنيه بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6296 جنيه إلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستويتها في أكثر من سبع سنوات وأدت للاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت القاسي 77 من 100% لتبلغ نحو 90 دولار وثلاثة سنتات للبرميل زادت العقود الأجلة لخام الوسيط الأمريكي 24 من 100% ليسجل نحو 86 دولار و82 سنتا للبرميل اشتركوا في القناة